يبدو أن انهيار نزل باشا بالقصبة أيقظ في قلوب السكان هواجسة ظنوا أنهم نسوها ولو لحين عائلات بأكملها تعيش على الأعصاب كلما حظنا فصل الشتاء خوفا من سقوط منازلهم الهشة على رؤوسهم سكان القصبة الصفلة الذين يعيشون في خطر دائم بسبب اهتراء مساكن لم تعد صالحة للسكن بالرغم من خطورة الوضع إلا أن سكان القصبة ألفوا الانهيارات الجزئية لبيوتهم وأصبحوا ينتظرون خطر الموت في أي لحظة هذه المرأة تعيش منذ أكثر من ربع قرن داخل هذا المنزل الصغير الذي يفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة المواطن في بلدية القصبة فقد الأمل في الحياة وفي مسؤوليه الذين أضحت معاناة المواطن أمر لا يعنيهم